اشتركوا في القناة 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 للاحزاب السياسية وكذا احكام المادة 24 من القانون التنظيم المتعلق بمجلس النواب وبالتالي فكما قلنا يعني كتواصل المنافسة في هذا اللحظات في هذا اليوم بين ثلاثة احزاب سياسية هي اتحاد دستوري اتحاد اشتركي حزب الاستقلال المنافسة على اشدها على مقعد برلماني كما تلاحظون يعني هذا هو الجو العام اليوم فمن خلال يعني اراءة ومن خلال يعني جولة ببعض مكاتب التسويت حتى الحدود اللحظة اجواء عادية جدا اغلب مكاتب التسويت مازال ما كانشي اقبال يعني كبير في معاهدنا فكان بعض مكاتب حتى حدود اللحظة فيها جوج ديال اصواد جوج ديال المصويتigan وكان بعض المكاتب فيها 10 ديال المصويتين هذا بالنسبة لمدينة استيد ابنور بالنسبة المكاتب التي تتواجد بمدينة استيد ابنور كان مكاتب مجموعة من الجماعات مجموعة من الدواوير ا另عرق لا كنتجل Rede المكاتب التي تتواجد هنا في مدينة سيدي بنور فبعض المكاتب فيها حجوج لصوته كالبعض الواصلة في غالب المكاتب يعني هذه الحاصلة دول عدد لكين حدود اللحظة ساعات القادمة لان فرعه يوم يوم عمل يعني بعد الساعة الرابعة والنصف قبل اغلاق المكاتب لقد اغلاق حدود الساعة السابعة سوف نرى العدد سوف يستفع اكثر من هذا العدد لان حتى الحدود اللحظة لا يوجد اقبال الكبير الذي كنا نتاظره فحتى الحدود اللحظة كما قلنا مكاتب التصويت يعني عدد قليل الناس الذين التاحقوا حتى الحدود اللحظة للادلاء باسواتهم فبعض مكاتب التصويت لزرعها وليشدناها في هذا الصباح حوالي جوج يعني دي المواطنين اللحظة كان بعض المكاتب اللحظة فيها سل عشرات اون عشرات اون عشرات هذا هو اكثر المكاتب اللحظة والذين تصابقنا معها هذا الصباح ودائما يعني نتاظره مساء هذي اليوم باش نشوفوه يعني من المنصادر باش يترفع العداد وباش يترفع العداد حتى الشوارع كما كتشوفوه فهي شبه فارغة هذا الصباح لانا كين شوية الحرارة بمدينة سيدي بالنور كان ضررت حرارة مرتفعة وبالتالي فى المنافسة على اشدها ستكون على هذ المقعد بين ثلاثة الاحزاب كما قلنا حزب الاستقلال حزب الاتحاد الدستوري من اجل انتخاب يعني مرشحة انتخاب بضرماني في المقعد شاغر بعد ما كانت المحكمة ابدو السورية قد ألغت هذا المقعد فى وقت سابق وبالتالي فالمنافسة على اشدها مبين ثلاثة هذي الاحزاب السياسية فقبل نتقى دائما نواشبو معكم يعني هذي الانتخابات الجزئية اللي كبجراء باقليم سيدي بالنور اللي بين الفين والاخرى نحاول نعطيكم يعني المستجدات والجديد باقليم سيدي بالنور فيما يخص هذا المقعد الانتخابي اللي كيت نفسه عليه كما قلنا ثلاثة دل حزاب السياسية ثلاثة دل لوائح يعني لائحة باسم حزب الاستقرال ولائحة باسم حزب الاتحاد السوري ولائحة بحزب الاتحاد الشريكي وحنا ان شاء الله بين والخيمة والاخرى نعطيكم الجديد دل هذه الانتخابات للمكاتب كما قلنا غريد في حدود الساعة السابعة مساء وفي انتظار ذلك مشاهدي قناة شبتي بي هديني يدعوكم على امل لقاء لكم ان شاء الله في مباشر اخر كنتم في نهاية الله وإلى اللقاء مشاهدينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة